ونحن نحتفل في أيام الميلاد الناس بتحط شجرة وبتحط زينة البعض موافق والبعض غير موافق وطبعاً هاي الاختلافات في المسيحية هذه تثري وتغني بالعكس هذا الأمر طبعاً بالنسبة للتلاميذ كانوا يعيدوا أعياد اليهود اللي الرب طالبها مثل الفصح ومثل عيد المظال ولكن صار إلها معنى آخر بمجيء الرب يسوع المسيح فالمسيح أصبح فصحنا فلنعيد نعيد مين؟ بشخص يسوع والمسيح صار هو مش صار هو النور الحقيقي ونحن أصبحنا أنوار هذا الذي كانت تضاء في عيد المظال ولا يسعنا الوقت نحكي عن رموز الأعياد اليهودي إن شاء الله ممكن نحكيها في حلقة أخرى ولكن بحسب تقليد الكنيسة الشجرة وكل هذا إلها رموز معينة والأنوار كلها إلها رموز جميلة وبالحقيقة إنه شيء جميل لأنه بتثير البهجة والفرح ولكن أنا عاوز تذكر مشاهدينا اللي بيحضروني خلي بالك إنه المجوس هم اللي جاءوا وقدموا هدايا ليسوع المسيح أخاف في هذه الأيام ولسيما خلينا نحكي عن بلدي مش عاوز أتكلم عن أي بلد تاني أنا بتكلم عن الأراضي المقدسة اللي صار فيها ظاهرة اللي بسموها الكريسماس ماركت كريسماس ماركت يعني سوق الميلاد تباع فيه مشتريات وأشياء كلها إعلانات للتبرعات الخيرية أغلب الكريسماس ماركت بيعملوها عشان مساعدة الفقراء ومساندة يعني الإحتياجات من مرضى وفقراء هذا المجتمع ولكن بعض الناس راحوا لأمور يعني أبعد إنه صار الماركت هو التركيز عليه من احتفالات من أغاني من رقص من من إلى آخره وأنا بتكلم هون مش بدينون لأنه أنا أومن ببهجة العيد ولكن إذا العيد نفسه أخذ بهجة الحدث فإذن يصبح وثن في حياتنا وهذا ما حاربته الكنيسة الأولى إنه أي شيء أولوي أمام شخص أو رب أو هوية يسوع رب العيد فإذن يعتبر وثن فللأسف كتير ناس راحت إلى التفكير الثانوي في عيد الميلاد طبعا هو عيد فرح وبهجة واحتفال وبابا نويل والآخره شيء حلو ولكن أحباء في الكتاب المقدس حتى الرموز يعني بعطيكم فكرة مثلا الحي النحاسية في العهد القديم لما الأفاعي بسبب عسيان إسرائيل لدغت شعب إسرائيل في البرية وبعدين صرخوا لموسى والرب حكى لموسى إنه يصنع راية يصنع حي نحاسية طبعا كل من ينظر إلى الحية ينظر إلى هذا الرمز طبعا يحيا وكانت الناس تشفى من اللدغة تشفى من الأمراض والسموم اللي كانت فيها فالعهد الجديد يكمل يقول كما الرب يسوع كلام يسوع وكما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان طبعا يتكلم عن الصليب لكي لا يهلك كل من يؤمن به التفتوا إلي واخلصوا يا جميع أقاس الأرض فالفكرة كانت أنه سبب نجاة وإنقاذ في العهد القديم من لدغة الأفعة بسبب خطيتهم بسبب عسيانهم ولكن جاء المسيح ليخلص كل العالم من سم ولدغة الأفعة إبليس الأفعة الحية القديمة لكي يحررنا ويشفينا والأهم في نظرتنا ليسوع بيعطينا الحياة والحياة الأبدية ولكن بعد سنين اللي حدث أنه الشعب صاروا يعبدوا الحية يعني الرمز الراية أنه حاسية صاروا يقدموا لها الذبايح والعطاية واضطر ملك يهوذة ملك يعني كان مستقيم وصالح في عين الرب فبالحقيقة اللي عمل أنه اتطحن الحية دمرها يعني خلص عليها لأنه بدل ما يركزوا على الحياة تدع يركزوا على المخلوق على المرموز وكتير مرات أحبائي في أعياد الميلاد راح تفكيرنا بدل ما نركز على يسوع رب العيد فأصبحنا نحط أولويات تانية في هذا العيد غير شخص الرب يسوع المسيح اشتركوا في القناة